مسألة الانتقال ما بين المصرح والدراما والسينما ووجودك في المجتمع السعودي وانت اشتغلت كتير دراما سعودية وبعد عدد من السنين ما هواش قليل دخلت الدراما المصريا اتأخرت في الخطوة دي وليه ما جاتش قبل كده شوي بص انا بقالي 20 سنة في الدراما السعودية سواء من مسرح إلى تلفزيون إلى سينما الدراما المصريا انا بقالي 12 سنة بحاول ادخل المجال وكان فيه يعني ليه اصدقاء مخرجين مصريين وممثلين مصريين مثلا الاستاذة فيه في عبدو انا اقولك دي كان ليه معا ذكرى كانت بتسجل بتصور كده النساء في لبنان وتعرفت عليها وانسانة عظيمة جدا وخلاص ومش عارف ايه وتقابلنا ايضا مع مخرجين لكن الفرصة ما تكملش لغاية اني جيت هنا في يوم من الايام وخلاص التصوير بكرة والمشروع توقف بعد 12 سنة اشتغلت في موضوع عائلي انا كنت بسأل السؤال ده واحيانا احنا بنتسأل مع ربنا طب ليه يا رب انا بعمل كل حاجة طب ليه ما بفقتنش في الخطوة دي وكأن ربنا بيديني رسالة اني لأ ده وقتك يمكن انا لو دخلت قبل 12 سنة ما كنتش ناضج او دخلت في مشروع مش هيكون بالشكل ده هو ربي حطيني في مشروع موضوع عائلي نص جميل وشهو كان حلو موضوع عائلي على الناس كتير جدا جدا فييمكن انا لو دخلت قبل كده همان محمد ردوان برضو من الادوار اللي يعني كللت مشواره الفني روضان حريقة في موضوع عائلي تخيالي والاستاذ انا تعلمت يعني من صبره ده تعلمت حاجات كتير والتجربة بنفسها اديتني رسالة ان ربنا هو بديك الوقت هو عارف انت انت اشتغل واجمل كلمة انا سمعتها اللي بقولك الحظ الحظ هو عبارة عن عمل دقوب تواتيه فرصة انت اشتغل الفرصة هتيجي بس انا بنتيجي الفرصة استغلها كويس وده اللي حصل في موضوع عائلي وبرجع اقولك انا يمكن لو قبل 12 سنة او 10 سنين دخلت مصر لكن عملت عمل الجمهور قال لأ ده مش مش عايزين نشوفه تاني مرة